صلاح يسجل في فوز متأخد ليفربول على ويلفر هامتون وأرسنل يكتسح إيفرتون في طريق الابتعاد بصدارة البريميال ليل النهاردة صلاح سجل هدف في فوز ليفربول على ويلفر هامتون علشان يفسره هدف واحد علشان يكون هدف الريلز التاريخي في الدولة الإنجليزية وأرسنل اكتسح إيفرتون بربعية علشان يأمن صدارته للبريميال ليج وتحقيق حلم جماهيره اللي استنت كتير قوي في كاسل التحاد الإنجليزي وصل منشاستر رينايت التواهجه مع تنهاج بتحويل خسارته بهدف لفوز على ويستهام بسلسية وفي اللحظات الأخيرة يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة أبو صلاح بيسجل في فوز مهم جداً لليفربول على ويلفر هامتون النهاردة في الدولة الإنجليزية أخيراً صلاح بيسجل وأخيراً بيرفع من أرقامه الكبيرة العظيمة التاريخية في الدولة الإنجليزية هدف واحد يفصله عن معادلة رقم روبي فاولر كهداف تاريخ الليفربول في الدولة الإنجليزية 127 هدف الآن محمد صلاح 128 لروبي فاولر وأكيد هيجيبه وأكيد هيبقى هداف الليفر في تاريخ الدولة الإنجليزية حاجة رائعة جداً بندق طبعاً افتتح الأهداف النهاردة في ديئة 73 وبعد كده محمد صلاح سجل الهدف الثاني في ديئة 77 أيضاً النهاردة في الدولة الإنجليزية أرسنر بمنتهى القوة دخل مباراة إفرتون وفاس بربعية نظيفة هدف أول ليه ساكا في ديئة 40 ومارتينيلي أضاف الهدف الثاني في ديئة 45 وبعد كده المتقلق أوديجارد سجل الهدف الثالث في ديئة 71 وأخيراً مرة أخرى مارتينيلي يسجل في هذه المباراة الهدف الرابع في ديئة 80 عشان يأمن أرسنر صدرته دي الدولة الإنجليزية وفي كاس الاتحاد الإنجليزي النهاردة منشستر يونيتد حافظ مهم جداً على وستهام في كاس الاتحاد الإنجليزي بسلسان مقابل هدف رقم التحق خروف الشوت الأول بهدف قدر في الشوت الثاني أنه يسجل السلسية ويتقلق مرة أخرى في بطولة جديدة ينافس فيها منشستر يونيتد مع تنهاج وتأهل ليه الدور القادم منشستر يونيتد يعني بطل ليه كاس الرابطة منشستر يونيتد يتقدم في اليوروبا ليج بعد فوزه على برشلونا وإقصاء برشلونا منشستر يونيتد ما زال لديه حظوظ في الفوز بالدولة الإنجليزي والنهاردة يتقدم في كاس الاتحاد شغل رائع جداً من تنهاج بصراحة الموديل الفني للفريق ده بالنسبة لإنجلترا حلو أنه حنبدأ النهاردة بالكرة الحلوة بتاعت إنجلترا ولكن ماذا يحدث هنا ماذا يحدث في الكرة المصرية ماذا يحدث تحديداً في النادي الأهلي رقم عشر النهاردة يكشف كواليس ما يدور في النادي الأهلي بعد التعادل الأخير مع الداخلية تعالوا نشوف يلا بنا أولاً خلال جلسة جلست مارس الكولر مع لعبي النادي الأهلي بعد التعادل مع الداخلية خص المدرب لعبه محمود عبد المنعم كهربا بالشكر على ما يقدمه مع الفريق وأكد أمام جميع اللاعبين أن كهربا يملك الروح المطلوبة أن يكون عليها الجميع وأن الفريق كان مفتقداً للروح التي يؤدي بها كهربا منذ عودته للعب مرة أخرى بصراحة كهربا فول مارك في كل مباراة لعبة مع النادي الأهلي حتى الآن يا يسجل يا يصنع طيب ثانياً انتقد مارس الكولر أداء أربع لعبين بالتحديد دون أن يذكر أسماءهم أمام الجميع حيث أكد أن هؤلاء اللاعبين لم يتعلموا من أخطائهم ويغيب عنهم التركيز ولا يلتزموا بالتعليمات كما هدت كل اللاعبين بالكشف عن أسماء اللاعبين المقصرين أمام الجميع وهيتم استبعادهم من التشكيل حتى نهاية الموسم يعني من الآخر كده اللي هيهزر تاني اللي مش هيركز تاني اللي مش هيلعب بجدية تاني هيبقى خارج تشكيلة مارس الكولر لنهاية الموسم وبالمناسبة بالمناسبة مارس الكولر عمل كده مع برونو سافيو اللاعب المحترف اللاعب المحترف اللي هيدفع فيه الشيء والشويات مارس الكولر عشان شافه ما بيقديش بشكل فيه جدية شافه أنه ما بيركز فاستبعده من حساباته ببالك أنت بقى انت لعب قردي مصري ومع الفريق وموجود يعني هتأثر هتبقى خارج التشكيل نكمل مارس الكولر أكد للعبين أن مباراة القطن الكاميروني المقبلة ببطولة أفريقيا لا تحتمل أي تهاون أو تقصير والفوز بها أمر ضروري وحتمي كما شدد على أن الفريق سيسافر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة سانداونز من أجل الفوز فقط لا غير حتى يؤكد على أنه قادم للفوز باللقب والعودة لكأس العالم للأندية مرة أخرى مواجهة القطن إن شاء الله بإذن الله الأهل هيكسبها هتبقى ميسرة في الكهيرة بإذن الله بس الأهم بالنسبة للنادي الأهلي هي المواجهة اللي بعديها مواجهة القطن الكاميروني في جنوب أفريقيا دي مواجهة مفصلية جداً عفواً سانداونز هتبقى مواجهة في منتهى الصعوبة وبرضو في منتهى الأهمية نكام أحد أعضاء الجهاز الفني للألي حرص على الحديث مع سلاسة لعبين بشكل شخصي وهم أفشة ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر من أجل منقشة أسباب تراجع مستواهم وفي حديثه مع طاهر أكد عضو الجهاز الفني للعب أن مارس الكولر مندهش من تراجع مستواه خصوصاً وأنه يعتبره من أهم أجناحة الفريق ويصف قدراته بشد خد بالك طاهر محمد طاهر كان من الأعماد الأساسية مش بس من الأعماد الأساسية هو العمود الأساسي في تشكيلة مارس الكولر وبعضه بيحط التشكيلة لو تفتكروا في بدايات مارس الكولر مع النادي العلي إصابة الطاهر أبعدته شوية رجع مش بنفس المستوى اللي كان عليه في بداياته مع مارس الكولر نكام سيد عبد الحفيز في حديثه مع اللاعبين أمس أكد إيقاف المستحقات لحين تحسن النتائج محليا وأفريقيا ولكن ما حدث بعد ذلك هو توقيع غرامة على اللاعبين وصلت لنحو خمسين ألف جنيه وتم إبلاغ اللاعبين فورا بالعقوبة المالية على أن تخصم هذه الغرامة من أول مستحقات يحصل عليها اللاعبين في الأهل ما فيش هزار سادسا خلال الساعات الماضية تحدث وكلاء بعض لعب النادي الأهلي عن وجود عروض لبعض اللاعبين وهو ما أثار غضب مسؤولي النادي الأهلي الذين طلبوا من اللاعبين عدم الحديث في مثل هذه الأمور مرة أخرى خصوصا وأن الفترة الحالية ليست فترة انتقالات كما أن ظروف الفريق محليا وأفريقيا لا تسمح بالحديث في أي عروض أو انتقالات طيب عشان كان في بعض الوكالات تحديدا عن أفشة وربيع تحدثوا عن بعض العروض للعبين خلال كثير عن ديانج برضو سابعا قام الجهاز الفني للنادي الأهلي بالتواصل هاتفيا مع محمد الضاوي كريستو مهاجم الفريق والمتواجد مع منتخب بلاده تونس في بطولة أفريقيا للشباب من أجل تهنئته على مستوى والهدف الذي سجلوا فيه المباراة الماضية أمام زنبيا خصوصا وأن مارس الكورور هو من طلب من جهازه تهنئة اللاعب والتأكيد على أنه ينتظر عودته ويبقى مفيد جدا للنادي الأهلي كريستو لما يرجع كان أفضل لها في هذه المواجهة كمان أخطير أفضل لها في هذه المواجهة مواجه تونس وزنبيا سامنا أيمن أشرف ده حكاية برضو مع مارس الكورور أيمن أشرف مدافع الفريق بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفريق أدرك أنه خارج الحسابات لذلك قام بالحديث مع أحد مسؤولي النادي وأكد له أنه تحت أمر النادي في أي وقت وأي طلب وكشف عن طلقيه عروض من بعد أندية الدورة عن طريق وكيله حيث يفاوضه بشكل جدي أندية بيرامدز وفيوتشر وفاركو في حين تواصل معه بشكل ودي سموحة والاتحاد أسخندري وجاءت هذه الخطوة من اللاعب حتى يكون هو من بادر بإبلاغ مسؤولي النادي الأهلي بالمفاوضات ولا يعلم عنها النادي من أي شخص آخر موقف محترم تاسعاً يدرس سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي السفر إلى جنوب أفريقيا رفقة السمير عدل المدير الإداري للنادي قبل مباراة المقلع عرب المقبلة في الدوري من أجل الترتيب لاستقبال بعثة الفريق في جنوب أفريقيا استعداد لمواجهة ساندونز في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدور أبطال أفريقيا هذه كواليس ما يدور في النادي الأهلي ما بعد مواجهة الداخلية في الدوري الممتز أما نادي الزمالك ففي الوقت الحالي بيجهز شيكات بقيمة مستحقات شهر فبراير متأخرة لمنحها للعبين بمجرد دخول قيمة صفقة إمام عشور خزينة النادي في الساعات المجموعة نحن نتحدث عن اللعبين وأيضاً جسولدو فريرة مسؤول نادي الزمالك أنه أزمة فندق فريق الكرة اللي كان بيطالب بمستحقاته المتأخرة في الفترة المضاء وتم حل الأمر بعد دفع جزء كبير من مدينيات النادي للفندق طبعاً قبل معسكر القادم للمبارات القادمة لنادي الزمالك مواجهة الترجي في الليلة كمان استقر على عودة محمد أشرف رؤى للتشكيلة الأساسية لفريق نادي الزمالك بسبب مستوى اللاعب الجيد في التدريبات وأيضاً بسبب تراجع مستوى عمر السيسي في المباريات الأخيرة رؤى من اللعبة اللي دايماً لما بتعوزه بتلاقي حاجة غريبة بقى حاجة غريبة جداً اللي جاية دي سامسون أكنولا مهاجم نادي الزمالك عقد جلسة مع جوزوالدو فريرة موديل فن الفريق عشان يعرف موقفه من الفريق والسر وراء عدم مشاركته في المباريات خلال الفترة اللي فاتت رغم اجدهاده بحسن ما قال يعني في الاجتماع في التدريبات في الفترة الأخيرة فريرة من جانبه قال له خليك أحسن تقدم أحسن في المستوى واتلاقي نفسك موجود مع الفريق طيب نكمل أخبار نهارده أيضاً في نادي الزمالك قبل ما نروح للنادي الزمالك عايز أتكلم مع حضراتكم في حاجة مؤمنة جداً من حاجات للنهارده حصلت الإشعاعات أو الشائعات كان فيه لاعب يتقال النسو محمد حمدي وانه بيلاعب في قتلتكم مدريد وانه كان عنده الجنسية المصرية والأسبانية ناس تدولت هذا الأمر النهارده وطلع حاجة فيك صفحة فيك يعني وان اللاعب يقول انه هو نضم للمنتخب الأسباني عشان ما لقاش رغبة من المنتخب المصري في ضمه وتلعت إشاعم يعني وما فيش أصلاً أكونت لا اسم اللاعب ده أساساً بس النهارده وقفت عند حاجة مهمة مهمة وهي صفحات كتيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مضللة وكاذبة وبتعمل أزمات بدون مسئولية أنا بس بحاول أختار الألفاظ عشان كده بتكلم ببط يعني بمعنى إيه يا جماعة ده ستبقى حضراتكم عارفين إنه الصفحات دي بتحاول طول الوقت تثير الجدل بتحاول تكسب بتحاول تكسب فيه كتير من حضراتكم ما يعرفش إن الفيديو اللي بتخش تفرج عليه ولا البوست اللي انت داخل تشيره ده من وراء الأدم بتاع الصفحة دي أو صاحب الصفحة يعني بمعنى أضق يعني أو معنى أسهل بيكسب من ده فلوس فلوس عملة صعبة كمان بالمناسبة يعني بياخد من فيسبوك فلوس بياخد من إستجرام فلوس بياخد من تويتر فلوس كل ما المشاهدات بتاعته بتزيد سواء على البوست أو على الفيديو أو على الصور أو 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 التفاعل يعني بيكسب فلوس طيب الأسهل إيه الأسهل إن أنا أعمل حالات جدل إن أنا أجذب إن أنا أقول إشاعة فالناس تروح تتكلم عنها إن أنا أقول تصريحات على لسان مثلا أي حد مشهور ما يكونش قالها فالناس تتنرفس يعني تنقلها مع أكثر من وسيلة إعلامية أخرى على الصفحات يعني على السوشيال ميديا فالموضوع يكبر عشان ياخد فيوز مشاهدات طيب كده كده ده هيفضل موجود كده كده ده هيفضل موجود بس دور حضرتك بقى إيه أول ما تشوف مثلا يقولك إيه كريم قال تصريح في برنامج كذا 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 بيقول فيه إن فلان ده وحش وفلان ده صعب وفلان ده سيء وواء تم تدور على الفيديو اتأكد قبل ما تقول كريم ده غلطان مثلا طيب حد مثلا زي النهاردة كده اللاعب دوت واخد سكينشوت هو على الصفحة ديت على البيج دي ويقوله إن اللاعب يقول كذا 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 وإنه منتخب مصر ما استدعوش ومنتخب الأسباني هو اللي استدعاه طيب روح دور على الأكاونت بتاع الراجل ده الأكاونت الأصل وشوفه هو فعلا كادر كده ولا لأ ده أصلا ما كانش الراجل ما لوش أكاون الراجل أصلا مش معروف الراجل أصلا مش موجود دي فكرة جات عنده أحد فقال لك أنا هجيب بيها شوية مشهدات حلو دور ليه عشان إحنا لو وصلنا للمرحلة دي من ناحية تانية إيجابية هيحصل إيه طول ما أنا بنزل إشاعات على صفحتي والناس فرحانة بيها وبتخدها وبتشيرها وبتتكلم عنها هفضل كل شوية أعمل إشاعات لكن لو ما شفتش تفاعل على الإشاعات دي هفكر بقى أنا عايز أخد فلوس خد بالك أنا عايز أخد فلوس من صفحتي على السوشيال ميديا هفكر في محتوى سليم محتوى صحيح محتوى مفيد محتوى مفهوش كذب هفكر فنسبح مجتمع يفكر فالصفحات والمواقع والحاجات دي كلها بدل ما هتديك إشاعات وكذب وإنت تتداولها هيدوك حاجات ألطف وأهم وفيها أفكار كويسة وفيها أفكار إيه أحسن طيب نكمل أخبارنا يا جماعة نكمل أخبارنا الخبر اللي معانا اللي جاي الجهاز المعاون ليه جزبالدو فريرة طالبه بمنح الفرصة طالب فريرة بمنح الفرصة لمحمد صبحي في مباراة بيرامدز وإشراكه في الفترة اللي جاية فريرة حتى الآن بيرفض إشراكه في مباراة بيرامدز لأنه سيؤثر على عواد فنان خاصة وأنه أخطأ في المباراة الأخيرة أمام الترجي التونسي محمد صبحي من اللعيبة المهمة والحراسي المهمين المهم أنه ده ما يأثرش على عواد أنا بس مش عايزي الزمالك روح لفكرة أنه أنا أخسر عواد وأخسر صبحي اثبت على حد اثبت على حد حراس المرمة تحديدا محتاجة استقرار عشان حراس نفسهم ما يشكوش يعني مش عايز محمد صبحي بنازل المباراة ومحطود تحت اختبار لعبت كويس هكمل تاني لعبت وحش فأنا هخرج ده مش مظبوط ده ما ينفعش ده ما ينفعش نكمل أخبارنا و النهاردة في الدوري الممتاز فارقه فاز على المقرون العرب اثنين واحد حول هزمته بهدف لفوز اثنين واحد على المقرون العرب عبد الرحمن خالد جمنا سجل الهدف الاول ليه المقرون العرب في الدقيقة واحد وتلاتين وليد نعرض الاهداف واحنا بنقول الاهداف مين سجلها النهاردة وبعد كده رزقي حمرون سجل هدف التعادل ليه فارقه في الدقيقة واحد واربعين ونفس اللاعب رزقي حمرون سجل الهدف الثاني في الدقيقة تسعة وتسعين او ديها التسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ضربة جزاء خد بالك فارقه مع طارق العشري كابتن الكبير كابتن طارق العشري مدير فني الفريق ده الفوز الرابع من خمس مباريات خضم الفريق مع كابتن طارق العشري كمدير فني وتعادلوا في مباراة لم يخسروا مع كابتن طارق العشري في اي مباراة ونتائج رائعة جدا من كل عرب النهاردة كان فريق قوي جدا فارقه كان فريق قوي جدا اللي فرج على المباراة دي وفارقه مع كابتن طريق العشري تحسنت الأداء بشكل مذهل جدا في خمس مباريات أربع انتصارات وتعادل نتائج رائعة جدا مع ملهاش الآله الزمالك في آخر خمس مباريات ودي ضربة الجزاء اللي سجلها رامي صابري بالمناسبة مش رزق حمرون عفوا أنا قلت لحركم رزق حمرون هو اللي سجل هدف الفوز بس هو رامي صابري اللي سجل الهدف هدف الفوز جزي حمرون كان جاب دربة الجزاء ورامي هو اللي سجلها هدف الفوز لفريق فارقه النهاردة بكرة الخميس إن شاء الله هتنطلق مباريات الدور التمهيدي من منافسات البطولة العربية للأندايا اللي بينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2023 في أندايا هتلعب دور تمهيدي وأندايا هتلعب دور أول وأندايا هتلعب دور تاني وفي آخر مرحلة خالص اللي دي بقى المعلومات اللي حضراتكم تحبوا تعرفوها هتكون البطولة العربية اللي هتقام في السعودية هتكون في آخر شهر تمانية دي اللي هيشارك طب هتلعبنا جماعة التفاصيل هتلعبنا التفاصيل على التفاصيل الدور التمهيدي من البطولة اليوم الخميس هنطلق بمشاركة أربع عندية أبطال الدوري في جيبوتي وجزر الكمر واليمن والصومال يتأهل منها واحد للدور الأول الاتحاد العربي طالب الاتحادات بترشيح فريق واحد يكون ترتيبه من الأول إلى الرابع في الموسم الماضي لدخول المنافسة في الدور الأول يشارك من مصر ترعي الجيش رابع الدوري الماضي بداية من الدوري التمهيدي أيام 13 و14 و15 مارس وأيام 3 و4 و5 إبريل بنظام الزهاب والعياب ويشارك الزمالك بصفته بطل الدوري المصري والأهلي بصفته وصيف بطل أفريقيا وسيبدأ مشوارهما في المرحلة النهائية تجرى قرعة الدور الأول يوم لتنين المقبل في الرياض بمشاركة الفريق المتاهل من الدور التمهيدي و11 فريق من أسيا و7 من أفريقيا و5 أنداء باختيار الاتحاد العربي ليكون المجموعة 24 فريقا وضع يلتقي في هذا الدور فريقان من بلد واحد وعلى طريقة كأس العالم للأندية الأهلي هيشارك في هذه النسخة على طريقة كأس العام للأندية الأهلي هيشارك في هذه النسخة بعد اختيار الوداد المغربي بصفته بطل المغرب وأفريقيا فجاء اختيار النادي الأهلي وصيفا لي بطل أفريقيا كما حدث في كأس العالم للأندية أبرز الفرق المشاركة بطل النسخة الماضية الرجاء المغربي اتحاد جدة الهلال السعودي النصر السعودي الاهلي وصيف افراقيا الزمالك بطل الدوري المصري التراجي بطل الدوري التونسي شباب الوزداد بطل الدوري الجزائري والسد بطل الدوري القطري تقام المرحلة النهاية بمشاركة 16 فريعا مقسمين الى اربع مجموعات في اواخر شهر اغسطس البطل هيحصل على 6 مليون دولار والوصيف هيحصل على 2.5 مليون دولار طيب مين بقى الاندية اللي هتشارك في البطولة العربية من مصر زي ما اتحرككم الاهلي والزمالك هنا في نادي ثالث هيشارك في التصفيات المبدئية دي هو نادي طلاع الجيش نادي طلاع الجيش رابع الدوري الموسم الماضي طيب هتقول ليه ليه مش بيرامدز اللواء التاني عشان بيرامدز هيكون مشغول في البطولة الكونفيدرية الافريقية فمش هيقدر يجمع بين البطولتين او التصفيات استاذنا الكبير استاذ حسن المستكاوي مشرف ومنور وحركوا حشني جدا الله خليك ابراهيم تشكر جدا عامل ايه انا كريم بقى المراضي ابراهيم بس ابراهيم حبيبي واخوي لا لا انا اسف انا اسف اكبر جاوس حسن احسن اواخد على القعدة دي مع ابراهيم طبعا النجم ابراهيم فايا واحد من احسن طيب ارحض بصديقك الحمد لله وقلو بخير الحمد لله طيب قبل ما نخش الهواء الا ابراهيم دي لا عادي عادي كده كده اصلا صحامنا كلنا لازم ايبراهيم وكريم طيب حسن قبل ما نخش على الهواء قال لي جملة هي اللي فيها الحكاية كلها قال لي انا بقى لي خمسة وتلاتين سنة بكتب عونكو الزجاجة لما كنت بادرش معه قبل ما نخش على قصة منتخب كنت كده كده وانا بحضر النهاردة هبدأ معاه بيه حكاية منتخبنا ليه الشباب وقال لي انا زيقت بكلمة عونكو الزجاجة ايوة طبعا مش معقول بجد مش معقول نفس الاستخدام ونفس الجملة ونفس الكلام ونفس الحسابات واحنا بنتطر نكرر يعني لان المسئولين والمدربين احنا ليه بنكرر الحكاية لما تلاقي مدرب من تلاتين سنة دول تصرحات كده يعني المطش الجاي ده بالنسبة لنا عونكو الزجاجة يعني مطش حساس او مهم او اي مطش لو هتلعب مع بنين حتى والله انت حاجب الكلام على مباراة موزنبك الاواناية انا مش بخترع انا بقول للناس بلاش اليوتيوب دلوقتي لكن رجعوا للجرايد شوفوا من تلاتين سنة ومن خمسة وثلاتين سنة بتكتب ايه نفس الكلام نفس الكلام اللي بتقل في المؤتمرات الصحفية النهاردة بس يعني يعني مش معقول طبعا تقعد سنين تقول نفس الكلام ونفس المباراة انا الجننت بقى لما لقيت كل الناس بتقول على مطش موزنبيق اصلا البداية دايما البدايات دايما صعبة هم البدايات يعني يه البدايات صعبة طب ليه ما كنتش صعبة على موزنبيق ليه ما سمقتش مدرب نيجيريا بيقول البدايات صعبة بعد ما خسر ليه مش بنفس معاديا من مش حول من الاوروبيين من الافرقى كمان احنا بس كل بداية صعبة طب لو كنت كسبت كنت هتقول ايه لأ انا كان معايا عالتليفون اول امبارح مضارب حراس مرمى منتخبنا للشباب حتى انا يعني اتكلمت معايا في هذا الامر كابتن اعاب جلال قال انه مشكلة لعيبة منتخب مصر للشباب انه هم كانوا محطوطين تحت ضغط الجامهيل اللي كانت موجودة 14 واحد باين وقال انه المشكلة كانت عند الاعلام ايه الجامهيل اللي كانت موجودة دي مين دول لا انا انا رديت عليه قلت له طب يعني احنا اللي محطوطين تحت ضغط جامهيرنا طب هم يعملوا ايه يعني هم اللي بيلعبونا بقى هم اصلا الجامهيرنا كانوا مين يعني اقول لك اساميهم اقول اعطين واحد المدرج 30 300 طب لو كانوا مئة الف بقى كان حصل ايه صح وبعدين قالك الاعلام برضو ما كانتش مهتمة البطولة عبلها فاللعيبة ما كانتش مركزة بس انا برضو قلت له تموال اعلامة كانتش مهتمة منتخب ناجره في ناجره والسنغير لمنتخبات الشباب فادا طبيعية اه طبعا طبعا اه يعني يعني الحقيقة كلام كلام تأليف تأليف مبررات هو قالي كمان انه ما كانش فيه دعاية كتيرة على الكباري لمنتخب الشباب انا لازم انقل الكلام بأمانة اه قالك على الكباري طيب اصح حسن لو استحملت ما حين حاولت طيب اصح حسن لو كلمنا ببعض الايجابية خلاص هنوعد نسرخ انا هقولت حتى يوم ما كده هنوعد نسرخ ولا زي كل مرة ومنتخب بيخسر طيب يحصل ايه يعني دي جملة الجمهور العادي كل الناس في الشارع تقولك طيب اه يا جماعة هتفضلوا تقولنا المتخب كان وحش والتحاد وحش ومدرم ما كانش كويس واللعب ما كانش كويس طبعا احنا بقى نعمل ايه كناس يعني طبعا ايه هتعمل ايه صحيح هتضطر لتكرر نفس الكلام ها وهتقولي ان احنا في نفس الدوامة من سنين طويلة جدا وما بيش حد بتكلم ما بيش حد بيعمل حاجة ما بيش حد بيعمل حتى بيكلمك ويخناعك انا بكلم على المسؤولين وبكلم على المدربين وبكلم على لعيبة كمان يعني نفس التصريحات ونفس راجع كده تصريحات كل لعيبة مصر بلاش مصرات الدوري قبل المصرات الافريقية لعيبة الاهلي او الزمالك او فيوتشر او الكباتن يعني كل مؤتمر صاحبي احنا حنكسر احنا جايين ناخد البطولة احنا جايين كلام انشى كلام بيتقال دعم بفكروا فقط له حاجة تانية حاجة جديدة بلاش اي حاجة غير اللي انتوا بتقولوه بقالكم سنين ده بيسير على المدربين وعلى المسئولين وعلى مش حد بيعرف يخاطب رأي العام وبعدين الرأي العام ده اللي قصده يعني الشباب قاعد على تويتر الشباب قاعد قدام شاشات التليفزيون شباب بيسمع الراديو ناس كبار ناس صغيرين بيسمعوا نفس الكلام والناس دي المتلقي الرأي العام ده رأي العام بتاع الكورة يعني بتاع رياضة يعني متابع وعارف وزيق من تصرحاتكم وزيق من كلامكم وزيق من المبررات بتاعتكم وانتوا مش حاسين يعني يعني انتوا فاهمين انه هو مصدقكم مش مصدقكم ايه زي ما كنتوا هونك تضحك على المطلق عشان ممكن ما يكونش مطلع بره طبعا 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 بعدين خلاص الدنيا تغيرت خالص احنا في الستينات وفي السبعينات كترة الكورة في مصر كانت اسيرة المحيط بتاعها يا دوب يعني ما بنشوفش اوروبا بتلعب ازاي التليفزيون كذا حاجة انت لو قلتني ان الكورة اللي بتلاقي في مصر احسن من دولة الانجليزة اصدقك انا قلت يعني كنا برضو بنتناقش مع حد يعني في نفس الموضوع ده اللي احنا بتكلم فيه النهاردة اتقوله هولك حاجة بقا لما تلاقي مهندس زراعي ماسك عدسة مكبرة عدسة ونازل على رجبته بيبص على شعرة حشيش شعرة نجيل بالعدسة لها عشان يعالجها احسن تكون مصابة بمرض اعرف ان احنا ابتدينا نمشي على الطريق الصحيح ده بقا ده بقا ده بقا حاجة عادية يومية بعد كل المباراة في البريمير ليج في اسبانيا في اي حده صح عندنا اتحداك بص تشوف انا بقولك اتحداك لو تجيب لي حد خبير ماسك العدسة بيكشف على الحالة بتاعتني طبعا المسألة مش محتاجة عدسة احنا عندنا ما شاء الله واضحة يعني 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 احنا نتكلم على مستوى قطاعات الناشئين في الاندية واحنا بنيجي نتكلم دايما على يعني السهل ايه ان انا هقول اتحد الكرة ما كانش جايد ساعة منتخب الشباب ومدرب ما كانش جايد بس احنا ما منبسش على الاصل انه اللاعب ده تأسس ازاي احنا شفنا اللعيبة لا قدرات بدنية ولا قدرات فنية وبنطلب بعد كده من مدرب واتحاد واي واي انه بقا في شغل كويس قطاعات الناشئين في الاندية بقى فيها مشكلة كبيرة احنا اه طبعا طب بس خلينا نتفل بس الاول ان المشاكل او المشكلة مش في قطاعات الناشئين بس في كل حاجة دي الحقيقة المؤسفة واللي عايز يصلح لازم يصلح كل حاجة يصلح التدريب يصلح الادارة في اتحاد الكورة او في الاتحادات يصلح الادارات الاندية لان الادارات الاندية جزء من المأساة اللي فيها الكورة المصرية وبعدين انا اقول المأساة مش عشان النتائج بتاعتنا اللي فاتت دي يعني او يعني السنة دي يعني لا انا اقول احنا في مأساة فنية كبيرة جدا من زمان احنا بنعمل تفارات لكن التفارات دي مرتبطة بحالات استثنائية زي اللي حصل وبعدين زي اللي حصل مع كابتل حسن الشحاتة الفين و سنة و تمانية و عشرة بس برضو ما روحناش كاس عالم يعني استثنائية و لما روحنا كاس عالم و لما روحنا كاس عالم بقى منلعبش كورة احنا ما لعبناش كورة خالص في كاس العالم لا في تسعين ولا في تسعين و بقى اقول دايما يا ناس انا بفرح ان احنا نروح كاس العالم بس الاهم من ده نلعب زي المغرب و تونس و الجزائر و الكاميرون و غانا و ناجيريا و السنغال في كاس العالم انا مش بقول اسبانيا و انجرترا و ألمانيا لا 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 انا مش عايز العب لكن احنا كل مرة نروح كاس العالم بنلعب كورة بليدة و كورة مؤسفة و كورة مغجلة و كورة تثيل الكورة المصرية ازاي يعني انتو مش عارفين انتو بتتفجأوا بمعاد كاس العالم عشان تعملوا اعداد صحيح يعني طيب ايه رأيك السعودية النهاردة مبارح خلاص هتلعب مطشين مثلا مثلا انا بدي مثال يعني اللي جيب زيني في امريكا اه مش بتكلم على انجلترا برضو ولا ألمانيا بيلعب و هيلعب مع بنزولا و مع بوليبيا مثلا مطشين و الدين احنا مبنلعبش مصرات و الدين مبنلعبش مصرات و الدين المنتخبات بتاعتنا هم مش بتستعد لأي حاجة مفيش خطة اعداد مفيش خطة احتكاك بلاش اسميها احتكاك مفيش خطة ان احنا نتعلم بها انت مش هتتعلم الا لما تحتك مع فرق تانية في الوقت اللي احنا السنة اللي فاتت دي الجزائر ما رحتش كاس العالم بس كاب بتلعب مع انجلترا و مع فرنسا و معها و مع مصرات و الدين احنا مبنعملش المصرات دي خالص مبنعملهاش احنا لما نلاقي نفسنا داخلينا على التصفيات بسرعة نلعب مع بوركينا بقى و نلعب مع بنين او اي حد عشان عندنا مطش ايه ده ايه ده هما بيسمعوش الكلام اللي احنا بنقوله بلاش هما مش فاهمين الكلام اللي احنا بنقوله هما مش فاهمين ان المنتخبات لازم يبقى لها برنامج اعداد بغض النظر عندك مطش رسمي وعلا مش رسمي هو معقول انا اقول الكلام ده و غير يقوله و انت بتقولش عرفوه والناس اللي بتدير الكرة في مصر لا بتقوله ده هي ما بتقولوش تفسيري الوحيد انها ما بتقولوش لانها ما تعرفش انا بقى مش هقول اصلي ما يعرفش فعشان كده يبقى ده مبرر ان انا اغفر له لأ انت ما بتعرفش وفي المكان ده انت لازم تبقى مش موجود خالص لانك ما تعرفش اللي يبقى في المكان ده اللي بيعرف لكن المصيبة ان اللي ما بيعرفوش دايما في المكان ده صح اقول لك حاجة تفصيلة كده على الحمش الصفحة الرسمية لاتحاد الكورة اقول لك يعني بقى ده احرك ما انا هدى حاجة جدا ده الصفحة الرسمية يا راجل يا راجل ده انا لما حب اعرف انجلترا لعبت مع مين سنة 1815 بتعرف اخش على موقع الاتحاد الانجليزي هقدر اوصل للمعلومة دي ده المنتخب الاول ايوة 17 سنة هتعرف طبعا اه انت لو عايز تعرف انتخب مصر لعب مثلا يعني سنة 34 ولا 35 ولا 38 من القرن اللي فات ماتشين مع فلسطين ولا ماتش واحد وكان التشكيل من هتلاقيه في حتة تانية هتلاقيه في كتاب لكن مش هتلاقيه في اتحاد الكورة صح اوه متى انا بقولك صفحة رسمية مفيش موقع كمان اه 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 صفحة رسمية على الفيسبوك طيب صفحة رسمية دي خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا اه 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 ا ما فيش اي حاجة عن المنتخبات اطلقك طيب انا هايز اعرف بس حاجة عشان بس اكون منصف مفيش ولا اتحاد كرة من سنة انا قلت كده قبل كده وكرروا تاني من سنة السبعين اشتغل عشان يطور الكرة في مصر بالمعنى الشامل لتطوير اللعب انا بقولها ومساعدة اناقش اي حد في الحكاية دي حتقولي احنا انا خدنا كاس الامم ثلاث مرات مره بعد الفين وستة والسبعة والثمانية والعشرة اه بس بعدها ثلاث مرات مره وصلناش الكاس الامم اصلا عملنا معجزتين معجزة انتصارات كبيرة في ثلاث مرات وراء بعض ومعجزة فشل زريع ثلاث مرات وراء بعض مش مهم مش مهمة دي بس كمان احنا لازم حد عمل دراس عمل تحليل احنا ليه احنا خدنا الفين وستة ازاي بضربات جزاء بوست مئة الف من جمهورنا اللي كان بيحضر كل المطش بالعالم بتاعنا والجمهور جميل جدا صح اخدنا الفين وثمانية لابنا كورة حلوة قوي اخدنا الفين وعشرة بالمطش بالعافية في الاخر بهدف صح لكن حد كتب احنا ليه كسبنا وازاي كسبنا محترفين فرقة او قايمة كلها محترفين في انجلترا محترفين في اوروبا السنغال السحل العاجل واخنا طول عمرنا بنقول عايزين احتراف ازاي كسبنا باللعيبة تلات لعيبة محترفين والباقي كله من الدوري المصري كان عندنا ايه حد عمل دراسات عشان يعرف احنا كسبنا ازاي ولا حد عرف او درس احنا كسبنا 2006 ازاي او احنا خسرنا محترفات ازاي كلام ده ما بيحصلش خالص عارف ليوس حسن عشان هي في رأي المسؤولين انها صدفة وبينتظروا دائما الصدفة ممكن يعني احنا كسبنا صدفة ممكن فان شاء الله بإذن ودائما الجملة الشهيرة اللي هو ايه احنا كورة المصرية التاريخ احنا ان شاء الله عندنا رجالة وعندنا الروح والروح المصرية تهزم اي حد تاني ودائما اقول فيه روح سنة غدية جملة ما بيحباش خالص اه المعدن المصري يظهر وقت الشدة ايوا ودعوات المصريين لا 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 فينش شغل بقى لا لا يعني ما ينفعش خد شغلك كل يوم في شدة كل يوم لازم تشتغل ويعني والحقيقة برضو دي ثقافة اللي بيشتغل لما حد يجي مثلا يومين ثلاثة يشتغل جامد قوي من المدير بتاعه يكلفه بشغله كتير قوي تاني يوم بقى يجي متأخر اصنوشتغل امبارح الله ما انت يا حبيبي لازم تشتغل كل يوم ولازم تيجي الساعة تمانية تقوم تشتغل كل يوم الحقيقة دي حاجات ما بطلبها ما بتكلمهاش لان انا عشت حياتي كلها كده صحيح والغاية دلوقتي انت مصاهرني انا ايمس على 6 الصبح حبيبي انا عايز اقولك حاجة انا عايز اقولك حاجة مهمة هي على لعبة الكورة بقى اللي حالك قلت ده بالزبط هتطبقه لك تلاقي اللاعب عامل ماتشي النهاردة يقولك دك ريسيارونالو عظيم جدا الماتشي اللي بعده لازم يبقى وحش طبعا ليه ما انا لعبتلكم الماتشي اللي فات كويس طبعا فدي بتجنن برضو انه ليه علاقة بسببات المستوى طبعا طيبا بيه علاقة بالشغل انت شغلتك لعيب كورة شغلتك انك تنزل تاكل النجيل في كل مباراة وتجري 10 كيلو كل مباراة حضرتك وظيفتك دي حضرتك بتاخد فلوس عشان تعمل ده بس مفيش بقى كلمة مفيش حاجة اسمها طبعا طيب برضو هروح للجوزين انا مصمم اصلاح لك تخب تخب الشباب لأ من يوم السبت اصلا اه من يوم السبت قلت لأ بس حسن يبقى ماء اخي الاسبوع هتكلم معك فيها ايه لي بيحصل جوه كتاعات الناشئين ما اصلا لما اكلم حد يقول لي ايه اصله هي المجاملات اصله هو في عندي الوقت بتاخد فلوس عشان تلعب لعيبة الصغيرة اصله هو فيه مدربين غير مؤهلين ما اصله هو ده الاصل يا بس حسن يا حسن كما كل ده طبعا طيب ما هو الاصل ده هيتحلل ازاي كل ده طيب هل اتحاد الكرة ينفع يرائب على ده بص الحقيقة يعني مش عايز ازلم اتحاد الكرة برضه ده بالضبط زي زي المرور في الشارع ينفع خلي زابط وعسكري في كل شارع عشان المرور يبقى منضبط لا لكن لازم يبقى فيه صيغة ليحة قانون استراتيجية رؤية والرؤية دي يبقى مؤمن بها النادي كمان النادي اللي هو مين بقى من اول رئيس مجلس للإدارة لغاية اخر واحد فقدرت الكرة لازم يبقى انت مؤمن انك انت مفيش وسائط اولياء الامور ما يدفتوش عليك المدرب لازم يكون مؤهل ما بيش حاجة اسمها لعيب على عيني وعلى راسي قدى النادي طول عمره وعمل وعمل وحاجة جميلة جدا لكن اكرامه فخليه يبقى مدرب تاني يوم وهو ما عندوش ولا رخصة ولا درس كل الحكاية انه لعب كرة لا على الفكرة فيه مدربين عالميين ملعبوش كرة خالص وخدوا بطولات لا وتحديدا الناحة بتاعت الناشئين دي مهم جدا انه يبقوا اكاديميين اكتر منهم كمان يبقوا لعيبة عظيمة طبعا هو الناس مش فاهمة كيروش النهاردة نهاردة الصبح او مبارح مبارح يمكن قال هو بدرب قطر قال جملة مهمة جدا انا بشوفها الجملة دي انا حبتها لانها هي كمان انا يعني شبك في شعوره اه هو قال حاجة لطيفة جدا اللي يمكن تلاقي مدرب عندنا هيقولها انا انا تعلمت من الكورة اه الحياة خط عشت مع الكورة اختبارات كتيرة جدا شفت ثقافات وتعلمت مش هتلاقي مدرب عندنا يولي الجملة اللي فيها هذا العمق والثقافات اهميت الكورة يعني الواحد الكورة دي علمتنا علمتني انا مثلا يعني الثقافات والناس والشعوب والنضال والكفاح والدراما والمفاجآت والحياة ان تكسب وتخسر اه وان الحياة انتصار وانكسار صحية وحسعى القوي لكن حفرح قوي في وقت تاني صحية مش الانكسار هو ده نهاية الدنيا بتتعلم حاجات كتيرة جدا لسم المدرب اللي بيدرب الولاد الصغيرين تكون ثقافته مش الفنية بقى والكورة بس تكون ثقافته الانسانية عالية عشان يعرف ازاي يتكلم مع الولاد دول عشان يعرف ازاي يبقى يديهم قيم يعلمهم الكورة ايه هي بالزبط صحية الكورة مش فلوس بس الكورة مش شهرة الكورة مش محمد صلاح بس بالنسبة لكل واحد الحلم ده لا انت عشان تبقى زي محمد صلاح شوف محمد صلاح عاملين عشان يبقى محمد صلاح اوه فكرة فيه كتير اولا ما تيتكلم معهم الشباب الصغير يقولك مو اللي وصله محمد صلاح ده صدفة يعني ربنا كرمه طبعا ربنا كرمه بس بقول لك صدفة اوه طبعا ما هواش انتاج مشروعة يعني 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 واحد عصرة مية خمسين بيطلعوا ورا بعد ورا بعد ورا بعد لا ده مش حقيقي ده طبعا ده مش مشروعة ده حاجة يعني حاجة خاصة بمحمد صلاح انما انت لازم يبقى هدفك تطلع زي محمد صلاح كتير ازاي بانك انت تعمل حاجات كتيرة قوي في مجال الناشئين في مجال المدربين المتحصين احسن المدربين المدربين اللي عندهم حاجات جديدة يا أخي حاجات جديدة ايه هي المهارات بتاعت الكورة دلوقتي او عتفتكر يا مدرب انها السبعة والثمانية او انه جري كتير اقروا 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 الناس اللي بنتعلم منهم بيقولوا ايه على الكورة دلوقتي بيقولوا يعني لعيب هم عايزين من اللعيب دلوقتي عايزين لعيب اللي يعمل اللعيب اللي لو جري عشرة كيلو يجريهم صح مش عايز أقول أسماء بس فيه لعيب في نادي الزمالك وأنا مش هقول اسمه في وسط الملعب بيجري كتير جدا بس بيجري غلط مش منتج مش إيجابي دي حاجات المدربين لازم ياخدوا بالهم منها يعني هذه المسائل مهمة قوي عشان اللي بيدرب أولاد صغيرين يبقى عنده واللي بيدرب الكبار برضو يبقى عنده بص أنا ممكن أقعد أتكلم معك على رقم ستة ورقم تمانية ورقم عشرة وتسعة وتسعة ونص والكلام ده كله بس ده كلام الكرة بقت أشمل من الأرقام دي هي بقت واجبات أكتر من نهاية مراكز آه ما فيش حاجة اسمه يعني اللي يتكلمني على المراكز بيش حد بيتثبت في مكانه بصراحة هو بقرى كلمتين في حتة في وكيبيديا ولا على النيت ولا في كتاب لكن الكرة ديوقتي مش الراية دي مش ما هياش المراكز دي أصلا الساعة دا ما يبقى أفضلت ستة في مكانه في الدايرة دي ستة دا دا ليه تمانين دور والعشرة بقى ليه دور حمدي فاتحي صح في مطش مبارح كان فين في لعبة كان هو رأس حربة صحيح ده من ساعة ما جيه كرة بيستخدمه كده لا عشرة وتمانية أو ستة كل بقى المراكز اللي انتم بتقال عليه هو المفروض ضبعا دا هي الكرة كده دلوقتي لكن هو أصلا لعيب خط وسط وأصلا كمان لعيب خط وسط تقريبا مدافع أكثر منه مهاجم لكنه يهاجم نفس الحكاية بالنسبة للسولية دي يانج حتى كمان اتطور بقى يطلع عنه في ملعب التاني الحاجات دي ما بيش حاجة يعني في ستة في تمانية في تسعة في عشرة الكلام دا موجود بس دا في الكتاب لكن في الكرة وفي الملعب لا لو هو في الملعب اللعيبة مترصين بالشكل دا يبقى الفرقة دي بتلعب غلط صحيح فما بيش حد بيقف ما بيش حد بيقعد ما بيش حد بيقف في مركز ما بيش حد بيشتري حدة أرض في الملعب بيقف فيها ما بيش حد يسمو راس حربها صريح الحاجات دي كلها لازم المدربين يكونوا طبعا لازم يكونوا موصلينها للعيبة بس الأهم اللعيبة الصغيرين الشباب النشئين يعني إزاي تختار مواهب وإزاي تنقيهم وإزاي تنميهم وتنمي مهارتهم وفقا للعصر أنت الكرة من خمس سنين من عشر سنين غير الكرة دلوقتي خالص صحيح طيب أجرح المحرك ليه النادي الأهلي والنادي الأهلي بعد مشاركته في كأس العالم الأندية كانت سلسلة انتصارات متتالية مع مارسي الكرة الخسارتين أمام ريال مدريد وها فلمانجو البرازيلي وبعد كده التعصر مع الهلال وتعصر بتعادل مع صندوز والنتائج بدأت تهتز بعض الشيء للنادي الأهلي في رأيك ليه اللي اهتزاز ده حصل في مستوى النادي الأهلي أسرع بتفسير ضغط المباريات بس جاوبني أنت أسرع ولا أسهل أسهل ما هو ده أسرع وأسهل طيب هو ليه الأهلي اللي هو لعبته مضغوطة في المباريات لعبت شوط ضعيف فيه كسل قدام الداخلية والشوط الثاني كانوا نار وكانوا بيجروا وكانوا بيضغطوا وكانوا بيهجموا وكانوا 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 أحفودي العكس يعني حتى عندك مشكلة بدنية يبقى الشوط الأول أحسن والشوط الثاني ممكن تقع لكن ده 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 أعلى من الشوط الأول أعلى من الشوط الأول لما حست أنها مهددة وأن المطشو ممكن يضيع وأن 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 تحركت الدوافع دي بقى لازم تبقى موجودة في كل المباراة مش الأهلي بس عند كل فريق بيلعب كورة يا أخي عند كل اللعيب بياخد عشر أو عشرين مليون جنيه صح دي شغلتك أنت بتاخد الفلوس دي عشان تنزل تاكل النجيلة كل المباراة بابتعملش كده ليه في حاجة تانية بقى ممكن فيها إجابة على سؤالي أنا بابتعملش كده ليه مش قادر مش قادر ليه عشان تعبان عشان صهران عشان بنام الفجر عشان باكل أي أك محشي وكوارع ومش عارف إيه وكنافق وكلام من دا كان فيه لعيب من كم يوم كان قدامه كبدة ومش عارف إيه ومش عارف إيه وعنده مطش هل دا مقبول ما هو أنت مش قادر عشان الحاجات دي عشان حياتك كلها غلط أنت عايز تصلح يا كريم لازم تصلح كل حاجة ودي حاجة صعبة جدا وعايزة مجهود وعايزة سنين لكن مي بش حاجة حتتصلح أنا بتكلم بجد سيبك بقى من المؤتمرات يعني بالنوقتة كنت تبتحك عليها زمان من سنين طويلة لما يقولك إيه إحنا عايزين نعمل مؤتمر عشان إصلاح مصار الكرة المصرية تقولش مثلا سفينة فضاء وكالة ناسة بعتاها للأمر فالمصار فيه واحد من عشرة ملي انحراف يا رجل ده أنت المصار بتاعك عامل كده مش ميعتبر هيخحل الموضوع هيقولك عشان إصلاح مصار الكرة المصار شوف التعبيرات شوف التعبيرات اللي فيها تحك على الناس كأن الخلل اللي عندنا ده إيه ده ما يكون ده إحنا خسرنا كاس الأمم الأفريقية أربعة وسبعين في أردنا في السلق قاهرة وبتالت جملة إصلاح المصار ده أنت إصلاح المصار إيه مصار خلص الحرف جد لا 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 إحنا نقول إحنا ليه خسرنا ليه كنا وحشين ليه ما نقول كده الإصلاح المصار يعني يعني مصار بصار إيه بس بيبسط الموضوع لا اللغة دي لازم تبطل اللغة دي يعني ممكن أجيال تستعملها لكن ما ينفعش كل الأجيال تستعملها لأن الأجيال اللي بتتلقى منك هذا الكلام اتغيرت واتطورت واتنورت ومتصلها بالعالم العالم بقى عنده تحت رجليه في إيه بس برضو مع كلام حركة بصراحة حسن ما الأجيال دي هي اللي بتتلقى دايماً الكلام عن نوعية ضغط المباراة التحكيم ظلمني التحاد الكرة بيتأمر علي اللي بيخطبهم بقى اللي بيتحمل المسئولية اللي بيتحك عليهم واللي بيمشي على هواهم واللي بيبرر لهم أو بيقول لهم الكلام اللي هم ما نفسهم يسمعوه بالظبط ما بيقول لهمش الحقيقة ودايماً دا بيجي ساعة الخسائر والهزيمة يعني أنت قلت كذبان عمرك ما هتقول أي مبرر من دول أو هتقول مثلاً أنا بعاني من أي حاجة من دول طبعاً طبعاً ممكن تبقى كذبان وانت بتلعب أداءك مش كويس بالظبط ولازم تقول إن كنت أداءك مش كويس يعني وفي يعني زيزو مثلاً زيزو كان كان مان اف دا سيزون بتعلمتش الموسم اللي فات طبعاً السنة دي لأ الموسم دا لأ رغم أنه أكثر لعم مؤثر في الزمالك بردش لحظة واحدة مش عشان هو بقى كمان عشان الفرقة اللي معاه مش مسعدات كمان يعني صح والدليل صلاح بالظبط كده يعني صلاح الموسم مع المنتخب لأ وبالكلامك على الموسم دا حتى صراح الموسم دا محدد الأهداف وقال بس الفرقة سيئة لما كان ليفربول كويس كانت الناس تقولك صلاح مش بيلعب مع المنتخب زي ما بيلعب في ليفربول عشان في ليفربول في ظهروا عشر لعيبة في منتخب كان بيبقى ظهروا اثنين بس صح ظهروا اثنين بجد كان مرموش ومصطفى ومصطفى محمد وصلاح قدام والباقي في الثمانتاشرة بتاعتنا صح يا عم وبعدين اي بقى الكلام دا يبقى يعني يصدد الى الناس فيبتدي الناس بتكلم صلاح ليه مش بيلعب في المنتخب صحيح زي اللي فربول خايف على الرجلية خايف لا مش صحيح فهنا انا بقولون كمان من يصدر من يخاطب الناس لازم تقولي الحقيقة واذا كنت انت ما انت شايف الحقيقة يتبقى مشكلة صح مشكلة خطر جدا يعني صحيح اخر حاجة بس عايزة اقولها من اخطر الحاجات في الكلام في الكورة عموما يعني الاهلي بيلعب مع المقولين العرب او الزمالك بيلعب مع الدخلية فتلاقي الاهلي اتغلب او الزمالك اتغلب فالناس كلها تتكلم الاهلي اتغلب ليه الزمالك اتغلب ليه صح افريرة غلط مش عارف كولر مش عارف هاي التشكيل اه التانية دا ما كانتش موجود والتانية دول مش موجودين اه كنش بيلعبوا يعني مش معقول ما لعبوش حلو همو ده اللي كان بيلعب وحش فخسر لكن اه اه اتغلب ايش حلو اه اتعادل او الزمالك اتعادل عشان كده هو كانوا وحش صح تم التانية كانوا احسن كانوا كويسين صحيح ليه بتصدروا للناس برضو ان الكورة بتاعتنا عبارة عن فرقتين كل واحدين بيلعب لوحده الاهلي والزمالك كسر يبقى حلو خسر يبقى هو اللي وحش طبعا لكن لو اللي قدامه كسره بقى فيش وانا اتحدى اذا كان الكلام ده مش صح لا اقولوني ان هو مش صح ده مية في المية صح بس هو ده اللي بيحصل فعلا ان كل المناقشات ما حدش بيشو الفرقة انت كده برضو انت كده برضو بتصدر للرأي العام اللي بيسمعك ان المشكلة هي الاهلي والزمالك الله ما يقي ممكن قوي تكون الايجابيات عند الفرقة التانية مظبوط وده بيحصل في العالم برضو كله كله يعني السيتي بيخسر بيتقال ان الفرقة اللي قدامه كيتاحسن ده المداربين نفسهم بيقولوا كده بالظبط عادي يعني الفرقة كيتاحسن في المباراة دي مش شرط يبقى احسن في المجمل يعني نقطة في منتهى الاهمية كالعادة يعني مثل احنا بصوهرين اول الاستاذ حسن المستكاوي بعد اعثر فاصل نواصل خليكم معايا لسه مشرفني وبنوارني استاذنا الكبير استاذ حسن المستكاوي الحوار مع استاذ حسن المستكاوي مالوش سكريبت يعني مانفعش تمسك في سؤال 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 هي بتبقى منقشة جميلة ممتعة ممفوط يبقى فيها كثير من الفوائد لمن يستمع جيدا يعني قبل الفاصل كان فيه جزء عن النادي الاهلي تحدثت فيه مع سؤال حسن المستكاوي هستكمله دلوقتي وبتحديدا مارس الكولار تقييمك لمارس الكولار خلال الفترة المضاية الان نستطيع ان نقيم مارس الكولار عدد مباريات كبير فممكن تقيمه رايك في ايه كويس مش عشان ارضي جمهور النادي الاهلي لان الجمهور بيبقى لي وجهة نظر في المدرب بتاع الفريق بتاعه فاذا انت مرة قلت ده مش كويس يبقى انت عدو لهذا الجمهور ولهذا النادي يعني ليه انا بقول كويس لانه بشخصيته من شخصية النادي الاهلي فرقة بتهجم فرقة بتلعب لقدام فرقة عايزة تكسب وعايزة تجيب جوان اه زي كيروش كيروش مدرب عالمي اللي جاي بعديه فيتوريا لعبنا مطساط تحت قيادته احسن من لعبناها قدام مع كيروش كيروش مؤمن ان احنا ما ننفعش نهاجم لان احنا ضعفاء بدنيا ومش عارفين وتكتيكيا ممكن لكن اللي بعديه خلى منتخب مصر يلعب كورة لقدام ويهاجم ويبقى عنده هذه النزعة اذا قلتش هتهاجم يبقى قعد في البيت احسن بقى انت ملكش دعوه بافريقيا ولا كاس عالم ولا الكلام من ده ما انت عشان تروح وتلعب لازم تكسب عشان تكسب لازم تسجل اه لازم تسجل طبعا ولازم تلعب لقدام تهاجم شغلتك كمدرب انك تصنع ده وتخلقه في اللعيبة كولر عملت كده مع النادي الاهلي زي فايلر برضه يظهر ان السويسريين عندهم هذه المدرسة انما هو عارف يعني ايه النادي الاهلي فدي حاجة مهمة جدا مش بيروح يلعب يعني انا واندريس كنت بكلمك قبل الهوى الاهلي لعب قدام ريال مدريد احسن مما لعب قدام الهلال السودان مش انتغلب اربعة في اتنين انا بقول عليهم هدفين اخر عشر دايق ما بيش تركيز يعني لكن كان بيهاجم كان ضيع فرص قدام مين قدام ريال مدريد حتى لو كان ريال مدريد مش بيلعب بالجير العالي مش باعل طاقته لكن ده ريال مدريد فا يعني دي ميزة دي حاجة مهمة جدا انت شايف ان العالي عمل بطولة كبيرة في كاس عاملان دي اه طبعا اخذ المركز رابع انا مش بتكلم على الاداء الاداء بتاعه كان اداء كبير اه طبعا فيه سعرات فيه فرص بتضيع ضيعت اه فرصة انك تلعب النهائي ده مش مزام بكولر ده مش مزام بكولر لا المدرب عليه انه هو يوصلك زي ما الناس كلها بتقول يوصلك الى الفرصة وانت كلاعب عليك ان تغتنم هذه الفرصة مش هو فانت لا هدين اهدف سهلة جدا بتضيع فلا يعني مش اهم حاجة انه شخصيته من شخصية نادي الاهلي بمعنى يعني ان النادي الاهلي بيلعب عشان يكسب النادي الاهلي ما بيدفعش الراجل ده بيلعب عشان يكسب وهناك يعني حاجات فردية بيعملها مع خط الوسط النادي الاهلي بتبين اذا كانت فيه مشاكل تانية بقى دفاعية وفيه مشاكل تانية كمان يعني اه انما انا بتكلم على المقدرب ده ده بشكل عام يعني هاي ده بالنسبة لي مارسل كورور النادي الاهلي توقع فرصته عظيمة في دولة افريقيا كبيرة يعني ولا شايفنا صعبة جدا طبعا صعبة جي الحقيقة تتسهل ازاي لقى لازم يكسب المطشط الجاي يعني انت لو سألت اي حد اه هيقدر يقولك يكسب المطشط انت لوحد بيع بطاطا الحلوة المع السيلة دي هيقولك لازم يكسب صانداونز جنوب افريقيا يقدر يكسب الاهلي بعد ما شفت المستوى صانداونز في القائرة فرقة بديعة وممتعة وهم اللعيبة مستمتعة وهي بتلعب وما فيش فريق مصري لا اهلي ولا زمالك ولا ولا طنطا ولا مقاولين ولا بيرامدز ولا لاعب بره ارضه زي ما صانداونز لعبت مع الاهلي بره ارضه بره ارضه صانداونز فرقة متمكنة للاسباب كتير جدا يعني بس الفرقة دي فيها لغارت انا مش فاهمه هي بقى لها كده بتلعب الكرة الحلوة دي بقى لعشر سنين واجيال مختلفة والمدربين مختلفين والمدربين مختلفين لكن دي المدرسة بتاعته صح ماشي بس ما بقدرش بطولات يعني الكرة الحلوة دي ما بتخدش بطولات ليه لان حلاوة الكرة في بعض الاحيان ما بتكونش اللاعب اللي هما لعبو ده لا التكتيك والتنظيم احيانا عشان تاخد بطولة فانت الفريق كبير حتى ريال مدريد لاعب قدام ليفرفول بيدافع على منطقة صح قدام مانشستر سيتي وقدام بريس سان جرمان عمل ايه بقى بس ايه بقى عمل يكتسح البطولات فيه وقت بيهاجم فيك وفيه وقت بيضطر يعمل شكل الدفاع ده يعني الاهل يعملها في جنوب افريقيا قادر يعني لازم هو المدرب شغلته ايه شغلته ان يعني يحط اسلوب لاعب وفقا لاداء سان داونز لمهارات وخدرات ومميزات لعبة سان داونز السراعات العالية المهارات مش لازم يستلموا كرة مش لازم مش لازم يبتدي من ولما الاهلي مع سان داونز هنا في القاهرة ضغط عالي بس المدة خمس دقايق كده تعبهم جدا في انهم يطلعبوا كرة لا انت لازم تطول دي لانك لازم لعبتك تبقى جهزة بدنيا عشان تعمل ده كل فترة مش هقوله طول المباراة طيب قطيل الاهلي موقفه صعب جدا في هذه صعب طبعا يعني بعد ان تكتل هلال وبعد ان تكتل سان داونز اكيد صعب ممكن اجابك اجابة تانية لا ان شاء الله هنكسب وان شاء الله هنعمل والاهلي قدر والاهلي عرض والاهلي الاهلي بطل افريقيا عشان مرة الكلام اللي هو يعني ايه الى هو بص الكلام اللي هو انا ما بعوش بجد يعني ما بحبوش اللي هو فيه 3 نقط هنا ونقطتين هنا ولو خسرنا هنا ماتش لا لا دي حزبة ثانية حزبة بيرمال بيرمال دي اكيد احد من فرعنا مش معقولة يعني جد يعني حزمة مرمى اللي معانا دي على طول يعني عايزين كل الفرق في كل سنة وفي كل تصفيات تلعب لمصلحتنا ايوا ان شاء الله عصلا نيجيريا هتلعب مع السنغال فهتكسبها وإحنا حنيجي ناخد نيجيريا لا ولو نيجيريا ما كذبتش السنغال فالسنغال بتتأمر علينا ايه تأمر ندخش بقى في جيم تاني بقى خالص في مؤامرة علينا عشان احنا ما نصعدش حكت المؤامرة دي طبعا انت عارف ماذا عن نادي الزمالك بقى في الناحية الاخرى نادي الزمالك دايما سؤالي في نادي الزمالك هو موسم رائع جدا الموسم الماضي نص الموسم الماضي النص التاني وبداية سيئة جدا حتى هذه اللحظة هي بداية سيئة جدا لنادي الزمالك في كل البطولات ايه التباين ده وانت بتتكلم على نفس المدرب وغالبا او غالبية اللاعبين بتاع الموسم لا مش نفس المدرب تغير تغير طبعا معرفش بس مش هو نفس المدرد مش نفس التركيز مش نفس الأداء مش نفس الحماس مش نفس الروح اللعيبة نفسها كمان لعيبة أداء فردي جدا أداء في عشوائية كتيرة كمان اختيارات التشكيل غلط لعيبة غلط بس كل مرة يصلح التشكيل في الشوت الثاني وبتأخر في التغيير حاجات كلها عيوب كل الناس شايفها يعني يعني مش وطبعا ده برضو يعني أنا تسألت مش أنا مش بقولي الكلام ده بعد أخد بالك مش بقوله بعد فاهم فاهم تسألت من بدل جدا هو فريرة لو يرجع للزمالك بعد ما مشوا ولا 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 ما يرجعش أنا إجابتي كانت ميرجعش طبعا وكانت إجابتي منطقية جدا أن أنا ما بطلبش من حد حاجة أنا بعملهاش أنا لو حد مشاني مش هرجع الجملة واضحة ولو رجعت ده معناه لأنا رجعت عشان حاجة غير الشغل لا أحد قال لي مع السلامة امشي أقوله مع السالف سلامة مش عايزك أنا كمان مش عايزك ولو تحايل عليا عشان أرجع مش هرجع أنا كده تفسيري أنه رجع ما بقى غلط بوكارتيرون لما مشي وساب الزمالك ورجع تاني أنا قلت أنه غلط أن الزمالك يدخلوا النادي تاني لأنه أنت ممكن تسيب مكانك عشان ظرف عشان حاجة وبتقدير من النادي بتاعك لكن ما تنطش من المركب في وقت من الأوقات حتى لو أنت زعلان مع رئيس النادي مع مدير النادي مع مش عارفين لا 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 فيش الكلام ده انت عليك مهمة لازم تكملها فكارتيرون لما ساب الزمالك في وقت خطر جدا أنا قلت زمالك ما رجعوش تاني أنا كده طول عمري يعني مش واضح واضح فيه ممكن تسيب مكانه وترجع له ممكن بس ده بظروف معينة يعني آه طبعا بشكل معي نحن نستم تكملين مع الأستاذ الكبير أستاذ حسن المستكاوي بعد هذا الفاصل نواصل خليكم اعلم بحضراتكم مرة أخرى لسه مشرفني ومنورني أستاذنا الكبير أستاذ حسن المستكاوي في نختب حاجة لطيفة في حاجة لطيفة مين مين يكسب يعني صعب صعب يعني ما تدسل توقع الديربي ده ممكن بشكل إيه يعني يعني التوقعات كلها على برشلونا أنه يكسب يعني أنه أحسن عشان نتصدر الدوري وعشان برشلونا ما عتشافي شايفه هيعمل شغلة عظيم كده لشغلة بتاع بيب جارديولا لا لا بيب جارديولا كان صاحب نظرية وفلسفة واسلوب فريد يعني قدر ينفزه مع مهارات ومع ميسي في عزه كل الحاجات دي يعني فدي لا لا مش هيبه هو هو دولة الإنجليزة بقى أرسنل هيخد الدوري في الآخر ولا سيتها يخش إخر أعني أقول لك بس أن النهاردة شوف عشان الفريق اللي بيلعب كرة حلوة بيصنع شعبية أنا بقول لك أن أنا كنت محتار النهاردة ما بين صلاح صلاح وما بين أرسنل عايزة فرج على أرسنل وعايزة فرج على صلاح لكن لو صلاح مش موجود وعايزة فرج على ليفر بول عايزة فرج على الكرة الحلوة صح فأرسنل طبعا عمل أربعة صفر طبعا آآ نتيجة رائعة جدا أنا بس عايزة أوصل للناس اللي بيلعب كرة حلوة بالمعنى الكرة الحلوة بيعمل شعبية ولي بياخد بطولات طبعا مع الكرة الحلوة بيعمل شعبية أكبر صح فالشعبية دي مسألة مش سهلة يعني الدوري الإنجليزي في ناس بتقول حاجتين أنا بشوفه أنه طبعا أقوى دا والمنافسة التنفسية فيه عالية جدا عالية جدا أي مطش مش عارف أنت كله بيهاجم كله بيكسب كله عايز يكسب كده يعني بس في نظرية تانية بتقول لا التنفسية اللي انتوا بتكلموا عليها مش موجودة وخادعة لأن اللي بيت نفسه على اللقب فيه فرق بأنك انت فيه منافسات على مستوى المباريات وفيه منافسات على مستوى البطولة اللي بنفسه على البطولة كان زمان من كم سنة أربعة دلوقتي بقوا ستة لكن مش كل الأندية مش العشرين بنفسه على البطولة تهينة تنفسية تتعلق ببعض المباريات أو مباريات لكن البطولة بنافس عليها منشستر سيتي اللي هو أخدها أربعة مرات من خمسة ولا مش عارف ايه وليفر فول وارسلت طبعا دلوقتي كان شلسي منشلسي منشلسي ناتب تلاحظ أن منشلسي ناتب بيتدحلب كده شوية لا لا مش بيتدحلب لشان المدرب شخصية المدرب عظيمة جدا صارم جدا قوي جدا وقال اللاعبة فيما فيهم كريستان رونالدو قال أسطورة أنا ليه طريقة لعب اللي مش عاجبه الطريقة اللي أنا بقولها يقول يمشي يمشي مش هيلعب أنا مش عايزه وبعدين الصرامة بتاعته شفت لما قاعد يرقص بعد ما اخد الكاس بتاع الرابطة الصرامة مش معناها أن كنت تبقى نيكدي وكشري الصرامة تبقى جد وتبقى صاحب قرار وتبقى عندك شخصية وفي نفس الوقت تهزر مع لعبتك وتبقى زلطيف يعني ليونال ميسس تحق جايزة زابست بتاعت الفيفا ولا كنت شايف أنه كريم بن زيمة ممكن الأولى مش نديد عليها خلاف كبير لا وأنا عندي خلاف من زمان ربط ما بين أحسن لعب في الكورة في العالم في أي موسم في أي سنة بالبطولة ده يعني أنا آسف يعني اللي عمل الرابط ده رجل ما عندوش فكرة لأن اللي بياخد البطولة فريق مش اللعيب ده صحيح اللعيب له تأسير ولها دور مهم جدا لكن أنا بختار اللعيب لصاحب الإبداع فإذا أنت زدت الجايزة لميسسي على إبداعه في كاس العالم أنا موافق لكن ما يبقاش الجايزة لميسسي عشان أخد كاس العالم ولو كان ميسسي أبدع مع الأرجنتين أبدع مع الأرجنتين بس ما خدتش كاس العالم يبقى ممكن بنزيمة ياخدها ممكن أي حدي تاني ياخدها فإذا أنا الفريق اللي بياخد البطولة إنما اللعيب الأحسن في العالم لازم يكون مبدع ومبهر والأرقام برضو مش كفاية أنا أقصد أقول إنك تحب الكرة تروح له تحب تستمتع بأنه هو بيلعب تقول الله يفاجأك بأهدافه بمهاراته في التهديف بألعاب أنت مش متخيلها ده اللي يستحق جايز الأحسن اللعب إنما البطولة آه مهمة وكاس العالم مهم طبعاً أنا ماش بنكر يعني بس بالنسبة للكرة الزهبية هم استبعدوا من المعايير البطولة الفيفا لسه بيقول البطولة يعني صح صح وحاجة صعبة يعني كل الجوائز راحت للأرجنتين يعني مدرب وحرس مرمى وجميل حتى ولو ما كانوش خدوها ولا واحد منهم هياخد الجوائز صح ولعاكس صحيحة كان كلاهما بيننا كان قاعد جنب ميسي لو فرنسا اللي خيادت الفاينال كان كلاهما بيقى أفضل بس عشان تعرف بقى ملقاش عراكة بقى كنت عالك بتقول إيه التقييم ده غلط اه طبعاً طبعاً دول المداربين عظماء ده وجهة نظري ممكن أنا أكون غلطان يعني أنا أكون ما بفهمش لكن أنا وجهة نظري أن الفريه هو اللي بيأخد البطولة مش اللعيب وزي ما إنت بتقول لو فرنسا كان دي شامبو كان كله بقى كله وجون بقى بتاع فرنسا كله 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 مش منطق بس حسن شرفت ونورتك العادة عادتك حلو بحثت ذلك اللي أنا طولت عليك وصهرتك أنا عارف انت بتنام بدر الله أخير شكراً شكراً جزيلاً ده كان ختام حلقتنا الحلوة مع أستاذنا الكبير أستاذ حسن المستكاوي بكرة إن شاء الله أو مش بكرة بقى بجينا السبت إن شاء الله أراكم على ألف خير صباح